أهلا بكم الجديد مشاهدينا والآن إلى شباك هاشتاغ والذي نرصد فيه أبرز من شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع مراسلنا علي القاسمي مساء الخير علي وأهلا بك إذن نبدأ مع الهاشتاغ الأول حول البلبلة التي أثرتها استقالة وزير التعليم العالي التونسي من الخارج صحيح؟ مرحبا ديما هو بالفعل استقالة الوزير التعليم العالي المباشرة ضمن حكومة تصريف الأعمال المنتهية بعد انتخابات صلوحيتها بعد انتخابات الأخيرة التشريعية الفعل الموضوع أثار كثير من جدل خاصة أنه ما أثير أو ما كان يدعو له هذا الرجل على رأس وزارة التعليم العالي من خلال مكافحته لهجرة الكفاءات ورغبته في الاستفادة من النوابغ التونسية ومن الكفاءات الطلبية التونسية في تطوير الشأن الداخل التونسي وفي تطوير الإدارة التونسية أيضا باعتباره كفاءة وطنية كان يعول على أن يقوم بدور كبير ومهم في تطوير عملية التعليم العمومي في تونس ما أثار حفيظة العديد من المرواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة من الطلبة الذين عايشوا فترة هذا الوزير وخاصة وعدد من الجامعيين أيضا الأسدد الجامعيين أن هذا الرجل كان قد تسبب ربما في هذا التوجه من خلال منع هجرة الكفاءات أو الحد من هجرة الكفاءات في تعطيل صفر عديد الطلبة لمزارة التعليم في إحدى المدارس أو الجامعات الكبرى هنا أيضا طرح الموضوع بشكل آخر وهو هناك العديد من الدعوات في تونس وخاصة بعد كل انتخابات يحصل فيها هذا البلوكاج أو معبر عنه بانعي انصداد الرؤية في تونس السياسية هناك تكرر الحديث حول إحداث ما يعرف في تونس بحكومة تكنقرات هنا عاد الحديث حان هؤلاء التكنقرات لا يؤمنون بالوطن ولا يحسون بالانتماء لتونس سنذهب الآن إلى بعض الردود الفاعل على وصائل التواصل الاجتماعي أيضا لدينا هنا أمان الله الجوهري قال أن التكنقرات جميعهم مثل سليم الخلبوس المهام الحكومية بالنسبة إليهم مجرد تجربة مهنية وفقرة إضافية في سيرتهم الذاتية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة القادمة أيضا وكل الوزراء والنواب التكنقرات والخبراء والكفاءات هؤلاء دخلاء على السياسة وهم أصل الفشل مكانهم الطبيعي هو المسؤوليات الإدارية للسياسية علي الكريمي نفسه قال في 2018 قال لوزير التعليم العالي خلبوس جئت للحد من الهجرة الأدمغة في الأخير بنفسه هو من قرر الهجرة ومغادرة البلاد فقط بسبب حصوله على منصب أفضل بوسنينة هشام أو هشام بوسنينة اعتبر أو نظر أن الموضوع ليس بهذه الطريقة واعتبر أن سفر هذا الوزير أو التحاقه بهذا المنصب الذي عرض عليه في كندا هو تشريف لتونس باعتباره تم انتخابه في منظمة دولية تضم أكثر من 118 بلدا وليس رئيس جامعة كم يقال ملف ترشيح الرجل كان بدعم التونسي بحث قال أن في الأخير ترأس سليم خلبوس لهذه المنظمة العالمية سيكون له أثر إيجابي كبير لتونس وأن الدولة التونسية ما زال فيها الكثير من الرجال والنساء القادرين على تشريف الوطن في الداخل والخارج أيضا هذا الموضوع دفع أو أعاد موضوع آخر للواجهة وهو أن الوظيفة العمومية في تونس أو أن التمويل العمومي لهذه المؤسسات أو هذه المناصب مزال غير كافية بمعنى أن الدولة التونسية لم تعد قادرة على المحافظة على كفاءاتها عبر توفير رواتب مغرية أو توفير امتيازات مهمة لهؤلاء الأشخاص ذو الكفاءة العالية للبقاء والتقديم الإفادة لتونس في الموضوع الثاني كان الحدث حول الثورة التونسية ونحن اليوم نحتفل بانتلاق شرارة الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010 مع اليوم يمر حوالي 9 سنوات حول انتلاع شرارة هذه الثورة ما زال هذا الموضوع في الحقيقة يثير الكثير من الجدل في تونس خاصة مع الانتكاسات البسيطة التي عرفتها الثورة خاصة من راه من انسداد الأفق السياسي تواصل الفقر ربما انسداد فوق التشغيل لدى الشباب هذا الأمر هناك طرح رأيين في تونس من موقف كموقفا مما حصل في ما حدث ما بين 17 ديسمبر و14 من جانب هناك من يؤيد وهناك من يرفض باعتبار من يرفض يرى ان ما حدثه أساء لدولة الاستقلال ومكتسبات دولة الاستقلال خاصة يرى ان المعيشة كانت أفضل قبل هذه الثورة ومن يدعم الثورة يرى ان الأمور أفضل بالرغم من هذه الانتكاسات وان عملية البناء الثوري تتواصل وهي مستمرة وليست النتائج تأكل بصفة مباشرة بعد سقوط النظام نزيها رجيبة وهي احدى الناشطات وهي المناظرات المعروفة على الساحة التونسية قالت 17 من ديسمبر واحدة من أفراح المبتورة انتظروا الغد بتوجس عذرا على السودوية فليس عندي غيرها حاليا غفران العكرمي قالت سيظهر يسمين ديسمبر المجد للشهداء فوزي جبلة وهو صحفي أيضا قال 17 من ديسمبر كانت صيحة الألم أما 14 من جنفي فكانت إعادة إطلاق الأمل في طريق لا يزال طويلا لا يرى الكثيرون إلا الغبار المحيط به حقيقة أن هذا الأمر وهذا السجال يعود كل سنة مع الاحتفال بهذا بذكرى اندلاع الثورة وخاصة أن هذه الجهات أو خاصة الجهات الداخلية ممن يرون أنهم ما زال لم يتحقق لهم شيء من خلال من بعد الثورة وأنهم برغم أنهم قدموا أبنائهم وقدموا ثورتهم وقدموا أنفسهم في داء للوطن من أجل الثورة على بن علي وإسقاط النظام وتغيير الظروف الاقتصادية للمجموعة الوطنية ككل إلا أنه لم يحصل شيء لهم ولمدنهم الداخلية حتى الآن ويرون أن على النظام السياسي وعلى من أنجبتهم الثورة وخاصة الآن ونحن في مصاف بعد الانتخابات بقليل وهناك استشراف لحكومة قادمة يرون أنه من الضرورة الآن التغيير أو الذهاب إلى هذه المدنة الداخلية لتغيير ما يمكن تغييره حتى لا يشعر هؤلاء بالنقمة على الثورة وبالانتكاسة التي يشعر بها كثيرنا غيرهم في الموضوع الثالث كان الموضوع حول مبادرة فردية أو مبادرة من أحد البعثين المستثمرين في تونس وهو حول بعث تاكسي من نوع فريد وهو تاكسي سكوتر بمعنى أنك ستنقل الناس النقل الجماعي للأفراد نعم هذا كان موضوع القطن البالحة اليوم حصل أن وزارة النقل بعدما أبدت في البداية موافقتها عن المبدئية حول إطلاق هذا المشروع نتيجة الضغط ربما بعض النقابات المتعلقة بالنقل وخاصة بالتاكسي الفردي وحتى بعض الشركات الأخرى قامت بالتراجع وفرضت التزامات أخرى على باعث هذا المشروع لضرورة تحسينه في البداية الأمر أثار الكثير من الصخط لدى الشارع التونسي ودرويد التواصل الاجتماعي في تونس قائلين بأن وزارة النقل لا تقدم حلولا حقية في مزال النقل ولكنها في المقابل تعرق العملية التطوير وعملية الإصلاح وهذه المبادرات التي ترمي لتخفيف من مشكلة النقل في العاصمة حتى أن عملية الأسعار مقارنة بالتاكسي الفردي أو بغيرها من وسائل التنقل الأخرى تعتبر مريحة في مقدرة المواطن التونسي والموظف التونسي الذي ربما ينتقل بالكيلومترات عشرات الكيلومترات الاتحاق بعمله وخاصة في أوقات الذروة يصعب أو يعصر بصفة كبيرة الحصول على تاكسي أو على وسيلة نقل تنقله من العمل إلى البيت أو من البيت إلى عمل وهذا طبعا من المشاكل التي يعيشها التونسيون بشكل كبير بالقيس النسقي قالت وفي تعبيرها عن تجربتها مع هذا التاكسي بأنه مذهل قال نعبر عنه بتونس تعمل 66 كيف يعني إضافة إلى وتحدثت عن مزايا هذا النقل بأنه يضمن ربما الأمن والتوفير الخوضة بالإضافة إلى الواقع من المطار بأنه مريح حتى العملية التنقل أثناء فصل الشتاء هذا مريح ولا يصبب الكثير من المشاكل إيمان الطيب قالت بأن هذه الوزارة لا ترحم ولا تترك من يرحم لماذا تتركوننا كل يوم في معاناة معنا التاكسي ونحن وليسنا في طريقه أو أنه ذهب إلى المنزل أو أنه ذهب لتناول الغداء ونحن نبقى بالساعات ملقون على الطريق نعم ديمة نعم علي القاسمي إذن شكرا جزيلا لك ونلتقي الأسبوع المقبل